بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله مال مارا نحصو ذا شو السوا ويروج إنساء يريفس للنظر ذا ولا ربي عزيزا ربي سبحانه إن زليفد يحفظيث إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون نستمع إليه وكأنه يتنزل الآن غضا طريا محفوظ محفوظ في الصدور قبل الصطور نعمة كبيرة جدا نسأل الله دواما هذه النعمة وتمامها ربي ند في سورة الإسراء الآية التاسعة إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمْ في ضوء الآيات البيّنات اللي اسمعنا لها نلقاو سبيل النجاة أَفْرِذِ الْسِلَاكِ وَنُمِ قَرْنْزِيهِ أَفْرِذٍ سِلَامًا أُرْثِكِينَ دَامًا الآيات اللي اسمعناها تَرْسَمْ هَذَا الْمِنْهَجِ لَفَّيْدُرُوتِ واضحة جداً أَفْرِذِ الْسِلَاكِ ذَيْنُ مِنْ سِلَاكِ ذِي الْآيَاثِ القُرْآنِيَا مِنْ مَعَالِمِهَا ثَمْ زُوَرُوثِ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ تَكَرَّرَ هَذَا الْأَمْرِ فِي الْآيَاتِ أَخَطَرْ صِمَامُ أَمَانُ مَيْلَيُونِ يُومٍ صَرَبِّ لُكَرِيَاتُورِ الْخَالِقُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ خَلَاسْ أَثَنِي فِذَا فِيْخِلِي ذُو كُوْفْرِيذِ الْسِلَاكِ ذِي الْمُوحَلَسِ يَعَرَقُوا فِرِيذِ خَطْرِ وَعَرَمْ ذَانِ مَيَعَرْقَسُ وُفْرِيذِ الإيمان بالله وأيات أخرى كثيرة تؤكد هذا المعنى في مثل قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَمْسَلْتِ السِّنَاثِ ذَي شُوْتِ الْقُرْآنِ القرآن في حد ذاته هو منهاج حياة اسمعنا في صورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى محفوظ أما كان في الدين زلاربي في النبي محمد صلى الله عليه وسلم لذلك تأتي مجالس القرآن لنا دور مع القرآن حيث دار تذكيراً بياناً تلاوةً تفكراً تدبراً وسلدنا ربي سبحانه ونذف عن أفريذ دينجر القرآن ذا فريذ السلاح لا مرويض تقوى الله الخوفة الربية أي غار لتحقيق التعايش في هذا الكون في هذه الحياة أربي خلقت ثا خلقيث إن دمياء قالث ذا ثمثاً ذا خلقيث وجعلناكم شعوباً كما في صورة الحجرات شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم معيار التفاضل معيار عادل سيدي ربي سوى شريف الظل أم ذنف فايض سلخوفة الربية سلام الآيات اتقوا الله اتقوا الله الخوفة الربية ذا فريذ السلاح قارنة قوذون لنسا قوذا ربي قد يخطئ الإنسان في حق آخر فيقال له اتق الله أقوذ ربي مدم عنده ربي في قلبه حتى ولو أخطأ فكل بني أدم خطأ وخير الخطائين التوابون ولكن الذي لا يخاف الله يتمتع بسماع أنين المظلومين ويتمتع برؤية دموع المقهورين قد يعتز ويفتخر بكثرة ضحايا أي غر خطر الخوفة ربي خوفة ربي رأس الأمر كله لذلك آيات ترسخ تقوى الله في قلوب المؤمنين يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخره يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وفي السنة اتقل لها حيثما كنت أقوذ ربي أندث الليظ في كل زمن وفي كل مكان حيثما زمكانية وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن ثم سمعنا حديثنا عن النفس النفس البشرية يمكن أن تطغى يمكن ثنفسي ثوعر ثوعر مليح أول جريمة في الأرض سببها النفس والشيطان والقرآن يحكي كما في سورة المائدة قابيل هابيل ذا ثمثا مخلافا إذ مراذ مخلافا مخلافا يونسيسا وريتسا قوذر ربي خط الخوف ربي ذا ثمثا إنا يس أكنغا قال لأقتلنك سبحان الله شوف الكريم الجريمة الظاهرة أول جريمة في الحياة البشرية بسبب ضعف التقوى لكواني للخوف ربي فينقرة مخلافا مخلافا إلا ومخيرا مصفاما قال لأقتلنك إني أسكنغا قال هابيل هابيل شو سينا لإن بصط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصط إليك يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين لكواني الظالفوسي بشير ثنغضي نتوك إن قغارا وقواني الغربين هاثنغال دلمي الخوف الربين صمام وأمان وثانف سيف ما يلي ضعف الخوف الربين ذكس ثوعار الزمالات خدمين نظنة ما كنتو ظرها هاثن أول جريمة الآن في علم اسم السكريمينولوجي علم الإجرام الذين يبحثون عن الظاهرة عواملها الظاهرة فينومان لومبروزو وغيرو وعلماء الاجتماع دوركايم وهوبز وجون جاكروسو علماء الاجتماع وعلماء في علم تخصص اسمه علم الإجرام يبحثون عن أسباب الجريمة والجريمة قائمة ورهي دائما مرشحة للزيادة في هذه الكرة الأرضية إما تطال الأفراد أو تطال الشعوب ولكن تعدد المكاييل قتل شخص واحد جريمة لا تغتفر نظر وقتل شعب آمين مسألة فيها نظر الكرة الأرضية الكرة الأرضية القاعدة تصدر 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 الخوف الربي خطر وين تسجدنا ربي وريخ دمال الجريمة يكي خطر ثرويح ثغلا يثع زيزث غرسيد يا ربي من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا تعليق تبشيع الجريمة مي وينغا يوث ترويح ث أمكن ينغا ثخلقي السمثة جريمة لا تتصور تبشيعا للجريمة الذي يقدم على الجريمة سيحجم إذا نظر وتدبر ونظر في المآلات ميتوالين غرسداث أذي حزف ذي المحال أذي السيوذي مانيس بشا ذي نغييوا خطر مين غييوا أمكن ينغاث خلقي السمثة وبعدين ومن أحياها فكأن أحيا الناس جميعا لذلك نلاحظ البطولات إجي واحد يغرق يستغيث إجي واحد ينقذه وهو يموت بدلاً عنه هتفضيون يرفذفو سيس يتسوغو أبوها يثل عراض أديروحي ونثي السلك ونثديم مثل شوف روح رجال المطافة وكيغلن يعني أديرو في واش فيخوهم الآية معروفة الآية الثمنطاش من سورة يوسف تعرفوا الحكاية كي جوا العشية يبكيوا وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إِنَّ ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُوا وَطَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فأكله الذِّب فأكله الذِّب وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِنَا لَوَلُكُنَّ صَادِقِينَ وَجَاءُ عَلَى قَمِصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ الآية الثمنطاش قال بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا قَرْنَكْ ثُفَتْسَسَا يعني سيدنا يعقوب ثُفَتْسَسَسَ بَلِي ذَهَا الرَّوِيسَ إِكْخَذْ مَنْ أَيْنِي يَيْخُصَّا الْغَاطَلِ ذِهِمَثْسَا إِنَا يَسَامْ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ صبر الله حبيبنا ربي فَصَبْرٌ جَمِيلٌ والله المستعان وعلى مطاصفون نروح لقدام الآية ثلاثة وثمانين تكرت الآية مع بعض التعديل إِنَا يَسَنْ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا يَأْتِي بَعْدَ الصَّبْرِ يَأْتِي الْأَمَلِ إِذِنْ ثَنْفْسِتُ وَعَارُ وِسِزْمَرًا الخوف الربين ثم زوالوث في السناث إِسْلَامِ الْأَيَةِ رَبِّي يَعْلَمُوا السِّرَّ وَالْعَلَمُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ الْإِنْفِيزِيبُ كِيمَا صورة التوبة الآية 105 وَقُلْ يَعْمَلُوا فَصَيْرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ أنو غَلَوْ كُلْ سِيديا رَبِّي الإيمان بالآخرة لا يُعَطِّلُ الدُّنْيَا الإيمان بالآخرة يُهَذِّبُ الدُّنْيَا وَيُهَذِّبُ أَهْلَ الْأَرْضِ أَشْوَ دِنَّا؟ وَقُلْ يَعْمَلُوا فَصَيْرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَيْنِسْزِرَ عَمْذِ الدُّنِيثِ أَتْغَلْثِمْ ذِلَا خَرْثُ لذلك يَثْمَثَنْ الثاني في سيثاغي تحواج الانكادرمان، تحواج الريدرسمان، تحواج أوله، تحواج التربية، تحواج المراجعة المستمرة لن يرمد دواوي، السيثن، أكد أن الإيمان بربي صبحانه، الذي يتجدد ولا يتبدد، الخوفة ربي صبحانه، انتهاج منهج القرآن، ذا فريذن سلاما والثكين داما، أرنويس النظر في الآخرة، فلالأخر، أفوص ربي أثنى وضع، أرنويس التزود بالأخلاق، ونفسٍ وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، والله أعلى وأعلم